انتقد عسكريون تعلق البعض بفبركة الأخبار وتصديقها على غيرار الترويج لنقل قوة مدرعة أمريكية من سوريا إلى العراق تزامنا مع محاولة اغتيال الكاظمي مضحين أن محاولة خلط الأوراق لا تعبر عن قراءات منطقية بل تمثل رسائل قلق من تداعيات أخرى مرتبطة بشكل جديد للنفوذ بالمنطقة وينطلق الخبراء من قراءات أمريكية جديدة للمتغيرات وأساليبها مشيرين لأن المواجهة العسكرية على الأرض تم استبدالها بالتجسس السيبراني لأنه أقل كلفة وأسرع فاعلية كما أن الوضع في العراق تحت السيطرة وأن عناصر القوة غير متكافئة على الأرض وأن المسيارات لا تحسم معركة عندما يصبح الهدف في مرحلة القنص في إشارة إلى أن تهديد مصالح أمريكا العليا هي الخط البياني الأحمر الذي لم تصل مدايته إلى أي من المتنافسين على النفوذ ترجمة نانسي قنقر